صحة وسعادة مستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها ونطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج معانا رحاب المرشد وفي التنسيق أشواق مسعد وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي إذن مستمعين مثل ما عودناكم دائما في بداية الحلقة نتطرق لأهم الأخبار المحلية والعالمية في هذا الصباح تطالعنا الصحف ووكلات الأنباء بخبر يقول في عنوانه صحة دبي تبحث التعاون مع بافاريا الألمانية تفاصيل الخبر بحثت هيئة الصحة في دبي مع وفد رفيع المستوى من برلمان ولاية بافاريا الألمانية سبل التعاون الصحي بين دبي وولاية بافاريا لا سيمة على مستوى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الطرفين في وقت أكد الوفد الألماني رغبته في التعرف إلى مناخل استثمار في القطاع الصحي في دبي ومجموعة النظم التي تدير الشأن الصحي إلى جانب الاطلاع على تجربة دبي في التعامل مع مرض السكري وقاية وعلاجة في إشارة من الوفد إلى التحديات التي تواجه ألمانيا بسبب هذا المرض المزمن جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الهيئة صباح أمس وضم مسؤولي قطاعات الهيئة برئاسة معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة والوفد الألماني برئاسة كاثرين سون هولوزن رئيسة لجنة الصحة والطب في برلمان بافاريا في بداية الاجتماع أكد معالي حميد القطامي أن النقلة الحضارية التي حققتها إمارة دبي في شتى المجالات والمكان التي وصلت إليها عالميا هي التي أوجدت حزمة الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وخلقت أجواء تنافسية بين المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة الأمر الذي يخدم مجموعة التوجهات الرامية إلى الارتقاء بنوعية الخدمات وجودتها وتوفير بيئة صحية مميزة للاستشفاء وأشاد أيضا بالتقدم الطبي الذي حققته وتحققه ألمانيا لافتا إلى التعاون الصحي بين دبي وولاية بافاريا الذي سيكون بإذن الله مثمرا خصوصا فيما يتصل بالمناخ الاستثماري الذي تتميز به دبي في القطاع الصحي من الأخبار المحلية نذهب إلى خبر آخر يقول حجم صناعة التطبيقات الصحية عبر الهاتف 59 مليار دولار عام 2020 التفاصيل تشيري لأن هناك عدد متزايد من مقدمي الخدمات الصحية ومبتكري البرامج الإلكترونية ورجال الأعمال ممن يركزون على تقديم الخدمة الصحية من خلال الهاتف المحمول أو ما يعرف اختصارا باسم الامهيلث أو الخدمة الصحية عبر الهاتف وذلك لتحسين طرق الرعاية المقدمة للمرضى ويعني ذلك ببساطة تمكين الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الساعات الذكية وأجهزة استشعار حالة البدن أو غيرها من التطبيقات الصحية المتخصصة التي تعمل على الهواتف الذكية من جمع المعلومات الخاصة بوضعنا الصحي لحظة بلحظة وهي المعلومات التي يمكن لاحقا إرسالها إلى أحد الأطباء لمراجعتها يعد هذا المجال الجديد حقيقة بتحقيق نمو هائل في الفترة المقبلة ووفقا لشركة ماركتس أند ماركتس وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق ومقرها الهند سيبلغ حجم صناعة التطبيقات الصحية عبر الهاتف 59 مليار دولار بحلول عام 2020 ووقتها ستحقق هذه الصناعة معدل نمو سنوي يصل إلى 33.4% بين الحين والآخر وتضيف الشركة مع تحقيق هذا القدر من النمو سيكون هناك ازدهار كبير في سوق الوظائف وخاصة بالنسبة لمطوري البرامج الإلكترونية والباحثين الأكاديميين والمهندسين وخبراء التعامل مع البيانات ذات الحجم الضخم والمولعون بالتقنيات الحديثة والأطباء والعاملين الميدانيين في مجال تقديم الخدمات الصحية عبر الهاتف إذن مستمعين يعني هذا النهج تأخذه هيئة الصحة على محمل الجد تستقر المستقبل وقطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال تطبيقاتها وخدماتها التي تقدمها عبر التطبيقات المختلفة المتواجدة في الأسواق الإلكترونية سواء من خلال الأبل ستور ولا حتى من الجوجل بلي أيضا هنا أنا بعد البارحة يعني صار فيه موقف حبيت أتكلم فيه هذا الموقف صار فيه أحد المراكز الصحية الموقف عبارة عن شو يا جماعة الخير المسألة كلها أن التزامكم بالتعاليم اللي موجودة في هيئة الصحة من ناحية الحفاظ على الخصوصية من ناحية الحفاظ على القواعد والشروط التي يجب اتباعها في هذا المجال يعني يعطيكم أريحية في تقديم الخدمة ويعطيكم أيضا الخدمات السليمة اللي أنتوا تستحقونها هني بتكلم عن سالفة يعني صارت أحد المتعاملين عندنا في واحد من المراكز الصحية ينتظر دخوله على طبيب الأسنان طيب أثناء هذه فترة الانتظار هذه البيبان اللي عندنا تعطي مؤشر أن الغرفة مشغولة فلما يكون هذا الاستيكر موجود أو العلامة أن الغرفة مشغولة معناته أن الطبيب ما يقدر يفتح الباب ولا الممرضة لأن الممرضة لازم تكون مع الطبيب فهو لابس القفازات وقاعد يشتغل مع مريض أو مريضة داخل الغرفة فهني نحن نحافظ على خصوصية هذا المريض أحد العملاء الله يهديه يعني وإن شاء الله يعني يكون يسمعنا على أساس أن هاي التصرفات ما نبغيها تكون موجودة يقوم ويدق الباب أنزين ويبغي يفتح الباب يأتي أحد الموظفات قالت لا عفوا ممكن أساعدك قال لا أنا أبغي أشوف الدكتور قالت زمع لي بيك الدور بس ترية دورك وكذا فقال لا أنا من الصبح واقف وحرمتي داخل حرمتي تبغي تبغي تدخل درسة وراء زمهم مشكلة بيفتحوا لك الباب وكذا بس أنت ما تقدر تفتح الباب قال لا أنا أبغي أشوف الباب مكفول ولا الله يعني أنت شو بتشوف الباب هذه في حرمة مريض لازم تراعيها يعني أنت ترضى إذا كانت حرمتك داخل زين وي شخص من برع يبغي يفتح الباب عليها هذا الكلام ما يستوي يا جماعة الخير فعشان فيه نحن نقولكم يعني كونك أنت مريض مهم لدى الهيئة في دبي عندك ولعائلتك مسؤوليات على الهيئة وأيضا في مسؤوليات عليك أنت تجاه الهيئة منها احترام قواعد وقوانين المراكز الصحية ومراعاة المرضى الآخرين واحترام جميع العاملين احترام خصوصية وراحة المرضى الآخرين إعطاء المعلومات الكاملة والدقيقة عن حالتك الصحية الحالية والسابقة عن أي مرض سابق وعن أي حساسية وجدت فكل هذه حقوق تضمنها لك الهيئة لكن مع ذلك نتمنى من المرضى المراعاة أيضا خصوصيات المرضى الآخرين عموما هنا بعد كذلك بتطرق لموضوع وايد مهم أن يا جماعة الخير من المتطلبات الرئيسية عندما تراجع أي مركز صحية أو أي مكان خاص بهيئة الصحة يجب عليك وحرصا من الهيئة على سلامتك وعلى خصوصيتك أبراز بطاقتك الصحية الخاصة بهيئة الصحة في دبي إن وجدت وإذا ما وجدت لازم تبرز بطاقة الهوية عند التسجيل لمراجعة الطبيب وأي بطاقة ممكن أنها تثبت أنك أنت صاحب هذا الرقم الطبي فالهيئة يعني بتعتذر عن أي شخص يتقدم للعلاج بدون ما يبرز بطاقة الهوية أو بطاقة الصحية عموما نحن اليوم عندنا موضوع وايد مهم موضوع شيق يهم الرجال موضوعنا اليوم بعد الفاصل من الصديف دكتور سلام الحسني وبيحدثنا عن صحة الرجل الإنجاب والضعف الجنسي اللي يبغي يتعرف على هذا الموضوع وإذا عندكم أي استفسارات تقدرون تتصلون على رقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميز قبل الفاصل مستمعين وعدناكم أن اليوم نطرح موضوع مهم جدا موضوعنا اليوم هو عن صحة الرجل الإنجاب والضعف الجنسي ويستعدنا ويشرفنا أن يتواجد معنا في السوديو دكتور سلام الحسن استشاري جراحة الكلا والمسالك البولية والعقم بمستشفى دبي حياك الله معنا دكتور الله يحييك سلام عليكم دكتور في البداية خلنا نتطرق إلى مفهوم صحة الرجل بشكل عام يا ترى كيف يمكن لنا أن نعرف هذا المفهوم بالنسبة للمستمعين وانبسطه بشكل عام السلام عليكم أولا بصراحة مفهوم صحة الرجل هو أول ما بدأ بالمملكة المتحدة من عام 1994 بعد ما نتواجد أن أمراض الرجل صارت بشكل أكثر من قبل بعدين تطور الموضوع إلى أستراليا إلى أن وصل إلى الولايات المتحدة وأسست جمعية سموها Human Men's Network اللي هي مسؤولة عن صحة الرجل بشكل عام وبصحة الرجل كرجل وهذا يتضمن بطبيعة الحال الأمراض الجنسية الذكرية بشكل خاص نعم دكتور بس اسمح لي أنا بأخذ مداخلة من معانا عفوا فاطمة حياتي الله معانا يا فاطمة تفضلي أنا فاطمة تفضلي أختي لو سمحت أنا بس حبيت أسارككم بالموقف اللي أنا مرات فيه بالنسبة للموضوع اللي أنتو فاتفينه بالنسبة اللي هي لحقوق الواجبات المريض صراحة أنا تعرضت لنفس الموقف اللي أنت أب شميزة كنت وكنت قاعدة وعن بفصل الدكتور وفجأة دخل علينا مريض أنه وهي كان بيحتي بسلوب نوعا ما موحل وكان ضده أنه يعني يتعالج وما أحترم أنه أنا هذا وقتي وأنا كنت أريد أن أتعالج بهذا الوقت فهذا الموضوع صراحة جدا داية أن يحسب لازم يكون فيه احترام من المريض للمريض بالنسبة لهذا الوقت أنه يعني أنتو مريض وأنا مريض أحنا تنيني بنحتاج جلاج بس أنه هذا وقتي والله فاطمة أنا أشكرت جدا على هذه المداخلة يعني احترام خصوصية وراحة المرضى الآخرين يعني هذه تدخل ضمن الأعراف اللي في المجتمع تدخل ضمن دينة كذلك يعني ما يسوي الواحد يدق البيبان ويزعج المرضى الثانيين المريض الآخر بالضبط طيبا لأنه يعني أنا كمان كنت يعني بنتو لدخل علينا الرسالة وكانت دكتور عم بيكشف عليها فبتحس فيه في نوع أن المحافظة فينا الحقوق بين المريض والمريض لازم يعني يكونوا على وعي فيها صحيح شكرا لت يا فاطمة على هذه المداخلة شكرا جزيلا في مداخلة ثانية بعد فضل عليا يا هلا يا عليا نحن طارحين موضوع صحة الرجل ما شاء الله مداخلاتنا كلها نساء تفضلي علي ايه تفضلي علي هلا أبو عمر شيف حالك أنا ما سمعت مداخلة الرجل أنا سمعت أول مداخلة وقلت باتصل فيك تفضلي تفضلي يا علي الله يسلمك أبو عمر أنا صارت معاي مرة أن كنت رايحة بعد مستشفى ما بأقولكم شو اسم المستشفى بس كانت لطبيب عيونه كنت يعني أفحص وأنا كنت ياهي على وقتي يعني أنا ما تأخرت فدخلت على طول كان في مريض ثانيا ما تري عن شو يسأل وما كان يضارب صراحة ولا شيء بس على طول فتح الباب ودخل يعني أنا ما عرفت شو أسوي أنا زغت الدكتور ياسيب حاسعيني زغت يصب لي عيني لا حول أخرت يعني لأنه هو قفز يعني ما عرفت شو أسوي يعني كل المستشفى أو أغلبها في خدمة عملة في هذاك الموظف الاستقبال إذا فيه أي سؤال ولا أي استفسار ممكن الشخص يروح يستفسر يسأل هناك لكن أنهم يدخلون تشذا فجأة يعني هاي نحن يعني أنا أسبرني أقول لك هالكلام نحن نروح ساعات نتعالج ونشوف برعب تايلند وها ويكون في يعني ناس ما يستوي تشذا صحيح ما عمر شفنا هالشي يعني معنى عندنا يعني هاي الصراحة ثقافة هذه ثقافة مجتمع يجب أن يتم غرس حقيقة في العملاء وأنها أتكفت أننا جزاكم الله خير عن طريق البث المباشر نحن برنامجنا صحة وسعادة ترى ما علي سمح لي لا ما علي نحن بالعكس نكمل بعض يا أبو عمر يعني البرنامجين هما الهدف الأساسي منهم واحد يزاك الله خير يا علي وعندما تطرقت لهالشي لأنه ما يعني ما حد يتكلم عنه صراحة صحيح نحن إن شاء الله ما نسلط الضوء أكثر يعني أنا للأمانة في الموقف اللي صار البارحة أنا قلت لازم أطرحها اليوم لأنه حقيقة نحتاج أن نغير ثقافة المجتمع أنا آسف دكتور أني أنا قاعد أطرح هذا الموضوع لأنه موضوع للأمانة بعد كذلك أنتو تعانون منه كأطباء في هذا المجال علي يا يزاك الله خير مشكورة على المداخلة هذه بأكد على كلام المداخلات أن يا جماعة الخير ما يسوي الواحد يدق الباب على مريض آخر أو على الطبيب أثناء تقديم الخدمة أو العلاج لأخوك ولا أختك المريضة اللي تتواجد داخل الغرفة هناك خصوصية للمرضى تبغي تستفسر تقدر تتوجه بالأسئلة الموظفية الاستقبال أو التسجيل أو خدمة العمل الموجودين أو حتى الإدارة لكن ما تدخل غرف التشخيص الخاصة بالمرضى لأن هناك فيه خصوصية معينة للمريض يجب الحفاظ عليها مثل ما أنت ما ترضى على نفسك وعلى أهلك أن حد يدخل ويدق الباب عليهم أو يدخل عليهم كذلك لا ترضى على الناس الثانيين هذه يعني من باب الذوق من باب الاحترام من باب الأخلاق من باب الدين من باب الأعراف والتقاليد فنتمنى نتمنى أن هذه السلوكيات تختفي دكتور سامحني أنا اضطرقت لهذه المواضيع خذت هذه المداخلات لأن حقيقتها موضوع مهم وأعتقد أنتوا كذلك بعد تعانون مننا بشكل أو بآخر خاصة أن تخصصك أنت شوية حساس دكتور بعد كذلك طيب هذه الفكرة لازم نخلص منها ما لشغلة بصراحة حساس أنه نريد هم جزء من تقافة المجتمع بصراحة لازم هذا الموضوع شوي يكون اوبن ونطرحه فأنت وجودك معانا أصلا لكسر مثل هذه المفاهيم الخاطئة عند المجتمع عموما موضوعنا نذكركم فيه نحن نتحدث اليوم عن صحة الرجل الإنجاب والضعف الجنسي فنشوف إذا بأتينا مكالمات من الرجال حول هذا الموضوع أو رسائل معينة دكتور الأمراض المرتبطة في تخصص صحة الرجل هنا نرجع للنقطة اللي قبل شوية ذكرتها أنه لازم نطور هذا الموضوع ومن وين بصراحة بدت هي هالفكرة في هيئة الصحة دبي بتأسيس مثل هذا القسم احنا قسم صحة الرجل تابع لجزء من جراحة الكلاو المسالك البولية بالتعاون مع باقي الأقسام في مستشفى دبي من الأمراض القلب والغدد نعم بصراحة هالفكرة هي إضافتنا كون فكرة عالمية مثل ما قلت بالمقدمة قلنا نصير شوف مجموعة من الحالات يبدون تبدي من صغار السن إلى الكبار سبب ضعف أو قلة الوعي في بعض الأمراض اللي تصيب الرجال فقلنا نشوف يعني مشاكل على المدى البعيد نعم منها مثلا أذكر على سبيل المثال مثلا طفل بيجي بالتواء الخصية اللي هو أدنى هذا اللي يسمونه تقريبا ست ساعات إذا ما شخصت خلال الست ساعات هاي إنه يكون الطفل فقط الخصية طبعا هذا المدى البعيد رح يؤدي إلى مشاكل بالإنجاب وغيرها صحيح فمنها بصراحة جزء من عندها إضافة إلى مواضيع أخرى بلشنا بدأنا إحنا في هيئة الصحة دبي في مستشفى دبي قسم جراحة الكيلو مسارك بولية بالتعاون مع الزملاء الآخرين منصار قضية من أربع سنين هو قدنا أسبوع توعية أسبوع بالتوعية بدأت بصراحة بالتوعية بأمراض البروستات بشكل خاص لأن هي الأمراض الأكثر الناس شيوعا فيها أو أكثر معرفة بين المجتمع وشوي شوي تطور الموضوع إلى يشمل باقي أمراض الخصوبة والأمراض الرجولية الأخرى لها علاقة بالخصوبة والإنجاب للضعف الجنسي نعم دكتور اسمح لي بأخذ هذه المداخلة من مستمع أحمد صالح تفضل يا أبو شعب أهلا السلام عليكم يا هلا فيك تفضل أهلا سمحتي بس أنا عندي سؤال أول حاجة أرحبه أكبر يا هلا فيك الله أخذك عندي السسار بالنسبة لهو الموضوع الجاب يعني نعم أنا أنا شعب عمري 2 مدلسة 2 خاليا هو الجديد لسه أربعة الله يبارك فيك كان عندي مشاكل في المعدة ضبو 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 مشاكل في إيش في المعدة وفي المسالف البولية أوكي في المعدة والمسالف فأمشت ده بلت دكتور وعمل له فحوصات وقال لي تعمل فحص في بول وكده وقال لي عندك انتهام في التروسات أخذت أذيو تلقى من فترة ضبو أنهم بعد سنة ثانية راجعت دكتور أه عشان خلاص غرارة تزوج وكده أعمل فحص عام يعني فالدكتور بيقول لي أنت عندك عاوز تشوف شنو يعني عاوز تعمل فحوصات شنو تريد فحوصات عامة وعاوز أشوف حتى البروستات عندي يعني فهو عمل فحص إنجاب ما عمل فحص اللي هو البروستات العادي فقال لي من نتيجة الفحص نسبة الحيوانات الملقوية ستة في المين ستين مليون ستة مليون أقل من الخبستاشر مليون فذلي أنت عندك دوالي في الفحص ينجيها اليمنى وليسر لازم تعمل عملية عشان إذا أنت عاوز تنجب طيب أنت راجعت أحد المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للهيئة ولا في القطاع الخاص القطاع مستشفى مستشفى وين الإيراني دبي آه أوكي أوكي فعملت عملت عملتين دوالي شهري عملية واحدة دوالي في شهر 9 طيب أحمد أنا بحاول أختصر الحين سؤالك بالتحديد خن خن نوجه السؤال بالتحديد للدكتور شو هي بعد العملية نسبك الحيوانات المانية أقلت اتنين مليون هل في أمل أنه تاني يعني الواحد ينجب للطبيعية ولا إلا لازم طريقة الأخصاب ولا في إمكانية لعملية تانية ولا كيف واضح واضح عندك سؤال للدكتور لا واضح شكرا لك أحمد طيب أنا بحول إجابة أحمد دكتور إلى يعني بعد الفاصل من نتكلم عنها من آخذ تفاصيلها كذلك بعد هذا الفاصل فابقوا معنا مستمعين ولا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل من نطرح الموضوع بشكل مفصل أكثر وهناك العديد من المحاور الأخرى فأتمنى من اللي بيتصل وبيتواصل معنا شوية يعطينا المداخلات باختصار وأيضا يمكنكم ترسلونا سهلاتكم على رقم 4006 فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي موضوعنا اليوم نتحدث فيه حقيقة عن صحة الرجل ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور سلام الحسني استشاري وجراحة الكلا والمسارك البولية والعقم بمستشفى دبي الدكتور قبل الفاصل كانت عنا مداخلة من المستمع أحمد وكان يتحدث حقيقة عن المشاكل اللي صادفة من خلال بعض العمليات اللي أجراها وكان يتحدث أن المعدل الطبيعي للحيونات المنوية هي 15 مليون وصارت 6 مليون وأعتقد نزلت بعد آخر عملية عملها إلى 2 مليون شو ممكن الرد على أحمد السلام عليكم بالنسبة الأخ أحمد بصرا الأهم شغلات من المتعرف على رأس أن يقول لك نسبة الحيوانات المنوية كذا هي عفوا أكثر تفاصيلة من هذا نحن ما نعتمد على فقط العدد في أمور تانية بفحص السعر المنوي الحركة وأمور أخرى إذا بتشوف هما بيشوف فحص السعر المنوي في عدة براميتر كيف نسميها فبالطريقة هاي بصراحة يكون صعب أنه الإجابة بشكل تفصيلي ودقيق للأخ أحمد فأنا يريت إذا الأخ أحمد يمر عليه في عيادة المسالك البولية أو الأندرولوج في دبي بمستشفى دبي اللي بيكون أهلاً وسهلاً فيه ومع كفافة الفحوصات حتى يكون الأمور أكثر دقة وتفصيلة أشواق عنده شرقم المستمى أحمد حاولي ترتبيه لموعد إن شاء الله مع الدكتور ونشوف ممكن من خلال الزيارة الميدانية الدكتور ممكن يعطي تفاصيل أكثر دكتور الخدمات اللي تقدمونها في مستشفى دبي في هذا المجال يريد أن نأخذ جولة سريعة عليها مثل ما قلت أنه هو القسم أو نصحة الرجل والأمراض العجل الجنسي والأقوم هو جزء من جراحة الكلة والمسالك البولية فبصراحة هنا نحن نكون أكثر متخصصين بالأمراض التي لها علاقة بالأعضاء التناسلية الذكرية وهذا لا يعني فقط من الفكرة العامة أنه هو الأقوم وضعف الانتصاب لا هو الأمراض الأخرى اللي ضغط منها حتى عند صغار السن الأطفال بالنسبة لأمراض الخصية أو التوعات الخصية أو المشاكل الأخرى اللي تصيب بالخصية حتى بصغار السن إضافة إلى الأمراض الأمراض الخاصة بالكبار السن بالنسبة للبروستات وغيرها بالإضافة يعني قد يكون نقدر نقول أكثر تركيزا بالنسبة للأقوم والضعف الجنسي جميل دكتور الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة في مسجد بي فيما يتعلق هذا المجال الإمكانيات بصراحة نقدر قد تسمها لعدد أقسام هل هي إمكانيات علمية أو إمكانيات مواد يعني الفاسيليتيز الموجودة خلنا نشوف الإمكانيات الفاسيليتيز أول الفاسيليتيز بصراحة أنا قد أكون راح أكثر من مكان في في كندا وفي دول أوروبية ومتعددة بهذا المجال أكثر أقول اللي متوفر عندنا في مستشفى دبي إذا ما نقول بنفس المستوى من مستوى أعلى ممتاز إذن هذا بالنسبة لي الإمكانيات أو التجهيزات اللوجستية اللي المتوفرة كمعدات كهذا كامكانيات علمية دكتور إمكانيات علمية إن شاء الله إحنا الإمكانيات اللي متوفرة إحنا طاقم طبي كامل اللي أكون أنا اللي مسؤول عنه بصراحة كدكتور سلام إضافة لزملائي من جراحة كل المسارك البولية وفي عدنا تعاون تعاون مع باقي الأقسام في أمراض القلب مع دكتور جاسم الهاشمي الغدد بالإضافة إنه يعني بصراحة قريبا رح يكون إنه تعاون مع مركز إخصاب في دبي منتاز إذا تسأل بالنسبة للخبرات والعمليات الجراحية فإحنا نقدر نقوم بأغلب العمليات الجراحية اللي لها علاقة بهذا مضب أنا سألت هذا السؤال دكتور يعني بس عشان أوضح بعض المفاهيم الخاطئة عند الجمهور بأن العلاجات هذه والمستوى ممكن يكون أقل في دول في الإمارات عن الدول العالمية لا اللهم لك الحمد الحكومة مفراكة للدعم لتوفير أفضل سبل العلاج للمتعاملين مع الهيئة في عنا مداخلة من بعمر بعمر منو بعمر مالنا راشد الخرجي لا لا مبماتكم تغضر تغضر بعمر أنت ما لنا بعد ما عليك الله يسلمك الله يحفظك يا رب نشكوين على برنامج الطيب هذا ساحة طبية شكرا يا بعمر عندي الله يسلمك عندي الله يسلمك سؤال الدكتور عاني من ضعف جنسي أو ضعف انتصاب ما كنت شذي قبل فجأة تغير الوضع ممتاز ما كنت شذي من مية في المية يعني ما كان في بوادر بيكون ضعف والضعف يعني سجع مرة واحد منتاز دكتور عنك سلم عين كم عمرك بعمر 28 28 ما تعاني من أمراض ثانية ما شي لا ما شي يشكله ما شي ضلق ما شي سكر تايب 2 لكن هذا تود عليه مم واضح فضاء دكتور هل هو عفوا الضعف الجنسي احنا انا بجد اشكرك بصراحة داخلتك بس هو الوضعف الجنسي تعني انه انعدام الانتصاب او شو والله توصل مرة توصل الانتصاب يعني حد حد عشرة في المينة واذا واذا انتصاب يعني ما يعني انا صرت كذا مكان في مراكز صحية خاصة وحتى حكومية نفس العملية يعني هم يعطون أدوية موجودة في الصيدلية وهذه أدوية كلها عشاب ويقول لك والله هذا الكورس ما لها ثلاثة أشهور أربع أشهور تستمر عليه ما شوف شيء يمكن تحسن خمسة في المينة ويرد الوضع مثل أول ما ادري كيف صاير الشيء هذي يعني ما انا ما شفت له سبب ممتاز بعمر واضح السؤال وبتسمع الإجابة زاكر الله خير مشكور أنا هنا أبغي أنوه حقيقة مستمعين طرحنا لهذا الموضوع حقيقة هذا الموضوع نطرح للتوعية في الأساس لأن مثل طرح هذه المواضيع ويد مهم أن الناس يسمعونها أن الناس يتعرفون عليها الدكتور لأن في لها تداعيات اجتماعية نفسية كثيرة سؤال بو عمر ممكن يكون نحول كسؤال عام دكتور شو ممكن نرد عليه بالنسبة لأبو عمر بقول لها مثل ما تقول لها فالك طيب وإن شاء الله يعني أعتقد اللي أقدر أفتهمه بشكل مختص وحلها قد يكون بإجراء التداخلي بسيط ويكون حلها مشكلتها بشكل كامل إن شاء الله وهذا الإجراء ممكن إجراءها بشكل نسويه بشكل دائمي في مستشفى دبي فبس يمر علينا وإن شاء الله مثل ما نقول فالك طيب وإن شاء الله شغلتها سهل ومحلول طيب هني أيضا فيه سؤال على الرسالة النصية كان معظم الأسئلة يعني تتحدث دكتور عن مسببات الرئيسية لسرعة القذف عند الرجل وكيفية علاجها هو هذا جزء صراحة من إحنا ما نقول الضعف الجنسي لذلك سألت خب عمر شو نتقذك بالضعف الجنسي الضعف الجنسي لا يسفى فقط ضعف الانتصاب من عنده هو سرعة القذف وأمور أخرى السرعة القذف أول شيء المهم تعريفه وإلى عدة أسباب من أسباب طبعا إلى أسباب يسمو التجارب السابقة إلى أسباب أضوية وكل حالة باعتمادا على التشخيص يعني ويكون تشخيص المرض بالضبط راح نوصل إلى تشخيصه وممكن علاجه ممكن علاجه في بعض أدوية بسيطة وتنحل لا تكون هذه الأدوية مثل ما الناس تتخيل أنه لمدى الحياة لا أدوية لفترة معينة وبشكل تدريجي ويكون حالها إن شاء الله جميل دكتور نرجع للحديث عن القسم في مستشفى دبي يا ترى كم عدد المراجعين اللي مروا عليكم في خدمات صحة الرجل في المستشفى خلنا نتكلم عن 2015 إذا تحضرك الأرقام مثلا تحضرني تحضر صراحة بتحضرني هو بالضبط الحصائية اللي كانت مستشفى دبي لعام 2015 2015 2014 2015 كان العدد بالضبط بهذا المجال وكنا يعني استونا بهدين هو 2302 مريض بعدت بالنسبة للأمراض اللي لها علاقة بالذكوة بصراحة اللي هي أكثرها اللي علاقة بالنضعف الجنسي وبالنسبة للأقم بالضبط 2302 مريض طيب الآن بنتقل إلى المحور الرئيس اللي أنا حقيقة حبيت افتحه في هذا المجال وطرح هذا الموضوع معك دكتور أهمية الوعي والتثقيف الصحي بأسباب وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بصحة الرجل وأعني هنا الإنجاب والضعف الجنسي يا ترى ما هي الأمور التي يجب على الرجل أن ينتبه لها ويجب على ولي الأمر أن ينتبه لها مع أطفاله أو من خلال المواضيع اللي حقيقة أقدر أقول بشكل عام أن أعراض صحية لا يجب على الرجل تجاهلها شكرا جزيلا بصراحة مثل مثل العربي القديم يقول هو درهم وقاية خير من قنطار علاج فهو على هالأساس والهدف الأساسي قد يكون من الحملات اللي بنقوم فيها هو الوقاية وليس العلاج العلاج ممكن المريض أول ما يحس أنه مريض بيجع على مستشفى ويكون علاج بشكل كامل إن شاء الله بس الوقاية الوقاية بصراحة تبدي من نعومة الأظافر من الطفولة يعني من الولد بيكون هو لسه طفل صغير يبدي التعليم على العادات الجيدة منها مو فقط إحنا الناس تفتهم العلاقات الجنسية وغيرها لا مو فقط العلاقات الجنسية حتى العادات اليومية اللي إلها علاقة بالذهاب إلى الحمام بتأثر على الشخص الفكرة اللي نوصلها أيضا حتى للشباب والصغار إنه مراقبة أو الفحص يسموه الفحص الذاتي للخصية بشكل خاص إنه ممكن هو بيحس بمستقبل إنه إذا كان فيه أمراض أو تغير عليه أي شيء هنا أنا أحب أقول نقطة بصراحة لذلك بهذا الموضوع إحنا من نقول صحة الرجل نوعنا صحة الرجل فقط متعلقة بالرجل الرجل إضافته إلى كونه هو المسؤول غالبا في مشتماعاتنا هو المسؤول عن العائلة وتفاصيلها فإن تضرر بصحة الرجل من هالناحية ينعكس بشكل كامل على الأسرة كلها قد يؤدي أبعات أخرى صحيح هذا بنجه ونجه آخر الرجل نفسه اللي أكيد إلى يعني مع زوجته أو شيء في علاقات جنسية فهذا فيه أمراض كثيرة ممكن نقلها بين واحد لآخر وهاي قد تؤدي بعدين تنتقل إلى الأطفال وغير فصراحة فكرة ردي أوصلها أنه صحة الرجل هي صحة العائلة صحة الرجل لحاله وإنما صحة العائلة حتى عالميا الشبكة العالمية في أمريكا بتواجد أنه أغلب الناس اللي بيشتغلون في هذه الشبكات بصحة الرجل هم من النساء هم من النساء وليس من الرجال وإن شاء الله يعني إحنا دولة الإمارات ودبي أعتقد منصاف الدول العالمية والوعي موجود وإن شاء الله رح نلقي الناس تقبلها وتواصلها معانا من كل الجنسين وتعاونهم وإن شاء الله بنوصل إلى هذا المقام طيب دكتور كنت أتحدث عن بعض الأعراض اللي يجب عدم التغاضي عنها أبدا أنت ذكرت بعضها على عجالة مثل الفحص الذاتي للأعضاء التناصرية عند الرجل طيب في أعراض ثانية في شغلات ثانية مثلا شامات إذا طلعت أو تغير اللون أو الشكل أو إذا صار نزيف أول شيء بصراحة لأنه مثل ما يقولون أطفالنا فلا الذات أكبرنا بالنسبة للشكل اللي نعاني منها أنه الطفل خجول الأم أكثر خجلا الطبيب قد يكون دكتورة موجودة في قسم الطوارئ تأطى الصورة خطأ لازم نفهم أنه في شيء من الطفل بيكون بعمر الزهور خلينا نقول هو تحت الأربع طعام السنة أو خلال من يعاني في ألم أسفل البطن ضروري جدا أن الأب والأم يتأكد أنه لا يعاني من التواء في الخصية لأن هذا التواء الخصية إذا ما لاحقنا عليه خلال ست إلى ثمان ساعات بالنتيجة يؤدي إلى أنه خلص رفع هذا العضو الحساس من عنده فلازم نكون إضافة شو عن مشاكل التبول دكتور مشاكل التبول هنا نتنقص من عدد أقصى قد يكون إلها مشاكل في عمر الشباب غير الإلكبار غالبا في عمر الشباب إلها علاقة بالالتهابات المتكررة بالبول وغيرها في عمر كبار السن إلها علاقة بأمراض البروستات اللي هنا بصورة مبسطة ثلاث أمراض بالنسبة للبروستات تضخم البروستات الحميد التهاب البروستات اللي يكفي بالنسبة أورام البروستات يكون فحصها وتشخيصها قد يكون من زيارة وحدة للعيادة وبعض الفحصات البسيطة اللي يتوم علاج وداخل تقول السلام عليكم يعطيكم العافية بخصوص الضحف الجنسي صراحة عندي أفضل علاج إن شاء الله الكل يستفيد شي بسيط جدا 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 عليك ممارسة رياضك اليوم ويقول المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب كلام جميل جميل جدا ممتاز دكتور نتحدث أيضا على بعض المواضيع الخاصة بالأمور النفسية اللي ممكن الواحد يحس فيها خاصة الشعور بالاكتئاب أو المتعة في قيام الأشياء اللي الواحد دائما اعتاد أنه يستمتع فيها يعني إذا كافي شعور بالحزن أعتقد الواحد يجب عليها أن يتصل بالطبيب يعني هنا أحب بصراحة نأكد على نقطة حسب دراسات أدير في أمريكا أيضا لأن تعرف أكثر مجتمع أكثر انفتاحا قد يكون هذا الخبر جيد للرجل يعني جيد سامحون أخواتنا أنه وجد والله إذا مجيد للمرأ لا تقوله الله إلا لا تصرف يا رضا دكتور أغلب وجدوا أنه أغلب حالات الضعف الجنسي عندي الرجل هو سبب الزوجة بسبب إذا كان عدم تقبل يعتمد يسموه على إذا كان شخص الآخر غير يعني غير متعاون أو خلينا نقول غير متقبل للرجل فمع مرور الوقت باللاوعي باللا شعور مثل ما تفضلت حضرتك العامل النفسي بني يتدخل بالموضوع باللاوعي باللاوعي بنسيجة التجارب السيئة السابقة بيصير بشكل تدريجي ضعف وغيرها يعني دكتور أنا بعد أكد على المفاهيم والقيم الدينية اللي تم غرسها في العلاقة المثالية والصحية ما بين الرجل وزوجته يعني حتى ما بين الأشياء يعني المسألة تدخل ضمن ما أتذكر نص الحديث لكن فيما معناه يعني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول أن لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد لزوجها فمثل هذه المواضيع تؤكد على أن المسألة يجب أن تكون علاقة صحية ما بين الأثنين علاقة مبنية على المودة والرحمة والاحترام لأن هذه الأمور كلها بتساهم بشكل أو بآخر في بناء أسرة صحية سليمة قادرة على الالتزام بكل الأمور اللي ممكن أنها تبني هذا المجتمع هذا المجتمع السعيد اللي نحن نسعى إلى تكوينه وحقيقة يعني هو مش مجتمع أفلاطوني لا هو مجتمع واقعي نعيش نحن هنا في مجتمع دولة الإمارات اللهم لك الحمد بالسياسة الحكيبة اللي يعني نستشفها من كل المبادرات من كل التوجيهات اللي تطلع من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدة اللي هي رئيس الدولة أو من يعني الاقتراحات والتعديلات الجديدة اللي تم استحداثها في التشكيل الوزاري الجديد اللي قام فيه أيضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نابر رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دكتور شو ممكن أنضيف في هذا المجال بما أن الوقت قاعد يمشي معانا بسرعة بالنسبة صحة الرجل ولا بشكل صحة الرجل بشكل عام بالنسبة صحة الرجل بصراحة بحب أنه يكون اللي بتمنى من كافة الأخوانين ما نقول المرضى أخواننا المراجعين أنه ما بيخلي حاجز أو بيكون يحس بالحرج بيحس بالحرج لأنه هذا مثل قولون استغما أوفد خلل بالرجل هذا ليس خلل بالرجل مثل ما قلت قد يكون المشكلة الأساسية مو بالرجل قد يكون مشكلة الأساسية بالطرف الآخر بس هذا لا يعني أنه نحن نظن مضامين على المشكلة لازم نعلن عنها للناس المختصة حتى نقدر نساعدهم ونساعدهم بما هو يكون إن شاء الله في الخير للعائلة كاملة بالضبط إذن المسألة هي مسألة مشتركة ما بين جميع الأفراد الأسرة يجب عليهم يعني للأمانة يقولون لا حياء في العلم مثل هذا الموضوع يجب أن تطرح هو مثل عفوا هو مثل مثل مرض ما عنده مريض قلب أو مريض قد يكون المشكلة أساسيا هي مرض بالقلب أو مرض بالكلة فهي يعني ما فيها أي حرج أعتقد إنه قد مرض الكلا أو القلب يؤدي إلى الموضوع هذا فلازم يكون يعني أكثر مرونة في هذا طيب عموما نحن متواصلين معاكم حقيقة بشكل يومي في برنامج صحة وسعادة وسمحونا عادة في وقت عندنا طيب ممتاز عموما عندنا دقيقتين دكتور نحن في هذه الدقيقة من شكرك على تواجدك شكرا وأيضا كلمة أخيرة في ثلاثين ثانية تبغي توجهها أولا شكرا لكم أنا أشكر الاستضافة وإن شاء الله في المستقبل رح يكون كلام أكثر أكثر تفاصيلا وأيضا أشكر كاف الأخوان في هيئة الصحة من مدير المستشفى والمدير العام بالتعاونهم على مثل هذا المشروع وإن شاء الله الموفقية والنجاح للجميع شكرا جزيلا لك دكتور سلام الحسني استشاري جراحة الكلا والمسارك البولية والعقم في مستشفى دبي مستمعين نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم لكن سامحونا نحن طرحنا مثل هذه المواضيع لأن هذه المواضيع تشكل أهمية كبيرة للمجتمع يجب أن يتم الوعي لها لما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية على كافة أفراد هذا المجتمع عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في القادم من الأيام ومواضيع أخرى سوف نطرحها بشكل يعني نسعى من خلاله إلى التوعية والوقاية وهو الغرض الرئيسي من هذا البرنامج وأيضا من خلال التعرف على مختلف الملاحظات والاقتراحات اللي عندكم أنتم كذلك مستمعين وأيضا إذا كانت عندكم بعض المواضيع اللي تبغون تشاركونا فيها ممكن تتواصلون معنا على حسابات الهيئة ممكن نطرح هذه المواضيع من خلال هذا البرنامج الإداعي حسابات الهيئة اللي هي DHA من خلال تويتر من استجرام أو حتى الفيسبوك كذلك وكذلك حتى على البريد الإلكتروني media لكن عموما أتمنى أن نكون غطينا جزء بسيط من هذا الموضوع وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله في نفس الموعد تقبلوا تحياتنا ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي